السلام عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. القصة ديال اليوم ما غاد يشكون على الاسكر ولا على التاريخ المغربي. اليوم غنهضروا على واحدة من اذكى السريقة ديال البونوك في التاريخ. خطة محكامة ومدروسة بالتفاصيل دياله الموميلة. العقل مدبره العصابة دياله وفكره في كل شيء اوجده كل شيء الا حاجة واحدة بسيطة. وهذه الحاجة هي اللي غادي تكون السبب في الفشل ديالهم. والسبب باش يعرفوا الهوية ديالهم ويشدوهم. بلا سلاح وبلاعون في كندا هو الشعار ديالهم. وبكل سهولة قدروا يشفروا عشرين مليون دولار ويخرجون من البنكة واللي كانت محاطة بالبوليس في جميع الاتجاهات. هذي قصة حقيقية واللي بزاف ديال الافلام دي جاهدوا عليها. اولا قبل ما نبدوي لك انتي هذي اول مرة تشوف هدلاشين ما تنساش تشارك في القناة وتفعل زير جارس باش توصل بالجديد. وتخلي معك شي كومون طير زوين او لايك الفيديو. على باركة الله. المكان ديال الحادثة. العاصمة ديال ارجنتين. فرناندو اراخو هو العقل المدبر ديال هذي الشفرة. واللي كانت تاوب حل ملايين ديال الارجنتينيين. شاف واحد الشفرة اللي وقعت في بانكة في روماخو الف وتسعمية وتسعين. وشاف جميع التفاصيل ديالها على النقل المباشر في التلفازة. حيش كانت واحد العصابة دخلت لواحد البانكة اوخدوا الموظفين والناس اللي كانوا تمكا رهائن. وبقوا كيتفاوضوا مع البوليس مودة طويلة. قبل ما تقرر هاد العصابة تخرج من البانكة اوهما مخبين ورا رهائن باش البوليس ما يضربوهمش. ولكن البوليس بقى كيتيري عليهم. او قتلوا زوج رهائن واحد من هذي الشفرة. وفي الاخر شدوهم كاملين. هاد الواقعة خلقت مشكيل كبير للبوليس مع الشعب ديال ارجنتين ديك الساعة. وكانت انتقادات من الشعب اللي بوليس اللي قتلوا رهائن. وفي ذاك الوقت كان فرناندو تهوى بحل عامة الشعب. كي يناقش هذا الموضوع مع الصديق دياله سيباسيان. وقل لي ان هاد الشفرة عندهم خطة زوينة. ولكن كانت خاصة هم حاجة وحدة. واللي هي طريقة الهرب. واللي ما كانوش ضربين لي على الحساب مزيان. فرناندو هاد اللحظة كانت عنده فكرة في دماغه. وخطة مزيانة. ولكن هاد الساعة ما كانش هو محتاج يشفر بنكة. لانه كان كي بيع المخدرات وكي علم كاراتي في واحد النادي. وكان اصلا من عائلة متوسطة. فما كانش كيف يفكر يشفر بنكة اصلا. لا هو لا الصديق دياله سيباسيان. حتى هو كان مزوج وعنده زوج ولاد. وكان خدم ميكانيك. يعني كانوا بزوجهم صقرين ماديا. ولكن واحد نار في الفين وربعة. ومن تعاطي ديال المخدرات كان فرناندو سد على راسه في الدار دياله. ودخل في واحد الحالة دي اللي اكتئاب المدة طويلة. ما بقت يخرج ولا ولا. وهنا بقت كتجي شي افكار غريبة. واللي من بينها انه كان مهوس انه بغي يشفر شي بانكة. وبدك يتفرج في جميع الافلام الوثائقية اللي كتهدر على الشفرة ديال البانكة. وبقى كيشوف الاخطاء اللي كيوقعو في هالشفرة. واللي كتخلي البوليس يشدهم في الاخر. باش يبدا يرسم الخطة دياله. ويتفادى جميع الاخطاء اللي دي جوقعو في هالشفرة قبل منه. وكان محتاج لصاحبه سيباسيان. وعرض عليه الفكرة. وفعلا سيباسيان رحب الفكرة. وبقى كي يقتر عليه افكار دياله تهوة. خوك يفكروا كيفاش يقدروا يدخلوا البانكة ويشفروها بالليل ويخرجوا بلا ما يشوفهم بتاشي واحد. ولكن المشكلة هو ان السيسيم الامني ديال البانكة كان معقد. وصعب باش تدخل الخزينة. حيط كانت عامرة بالانظيمة ديال الانضارات والليزر والاجهزة ديال استيشعار الحركة. فما يمكنش تختار قادشي كامل. يعني ضغي غدي تفضحو. هنا جت الفكرة دي العصابة اللي هدرنا عليها اللول. اللي يشفراش بنك روما اخو. واللي هي انهم يدخلوا البانكة بالنهار وياخدوا الرهائن. ويشفرو البانكة. هم اللي غايجي والبوليس غاي تفاوضوا معهم برهائن. باش يخليوهم يخرجو. كانوا عارفين ان البوليس ما غادش يعود نفس الخطأ اللي دارو في روما اخو الف وتسعمية وتسعة وتسعين. على هاد شي كانوا كيفكروا انهم ياخدوا رهائن ويخدموهم كدروع بشرية. ويخرجوا بهم ويتوجهوا البلاسة فين غادي يخليوا الطموبيلة ديالهم. ياخدوا الطموبيلة ديالهم ويهربوا. البوليس ما غاديش يقدري يتيري عليهم حيش ما غاديش يبغوا يقتلوا او تاني شي راهينة. الاساس دي الخطة دي الفيرناندو سيباسيان كانت في الطريقة دي الخروج. فيرناندو العصابة اللي غادي تكون معها. غادي يجيبو ثلاثة ديال الطموبيلات. وغادي ديال العصابة. وغادي بقمر كزاليها. حيش غايعرفوا مبلي هالطموبيلة هي اللي بغوا يهربوا بها. ومن بعد ما اختاروا البانك اللي غاديش فرو. واللي كان بانك ريو سانتيندر في شارع في الارجنتين. هادي مؤسسة كبيرة وعند الفروع ديالها في جميع الانحاء ديال ارجنتين. وكانت هادي اللي اختاروا البنائية رائسية ديال هذه المؤسسة. كبيرة وواسعة وفيها تقريبا شي تلاتة ديال الطبقات. وفيها الملايين ديال الدولارات. زيد عليهم الصناديق ديال الودائية. اللي ما كيكونش غالبا معروف شنو فيهم. يعني تشاروا ديال بالصاح. وكانت الخطة اللي رساوا عليها في الاخر. هي انهم يحطوا الطموبيلة رئيسية اللي غادي هربوا بها في الباركينج اللي كين في الاكاب ديال البانكة. والطموبيلات الاخرين غايحطوا وحدة قدام البانكة ووحدة غادي تكون بعيدة شوية. باش البوليس يبقوا مركزين عليهم. وما يشوفوش طموبيلة رئيسية اللي كينا في الاكاب. بلتي اللي ناصع بخطة دكيوم دروسة واننا والعلانة. وبالاخر طلعت خطة عادية. وباللاتي صبروا اكمل معي تشالاخر باش فهم. المهم فرناند وسباستيان جمعوا الافراد ديال العصابة كاملين. واللي كانوا سبع ديالافراد. والنهار تلتاشي يناير الفين وستة. تجمعت العصابة وفطروف واحد القهوة جمعين. ومن بعد كل واحد فيهم مش المهمة ديالو. خوة ينظروا عضوا من العصابة. كانت المهمة ديالو هو انه ويوصل طموبيلة لولا حدا البانكا. واللي كانتا الحالة اللي اصلا غا مش فورة. كانت المهمة ديالو يوصل الوحد الباركينج حدا البانكا ويحطه تشهما. وحطه طموبيلة رئيسية اللي غد يهربوا بها في البركينج اللي كان في الهكاب ديالieurs. والفريق الاخر اللي كان مع فرناندو ورأس الموت ببير دي هذ العملية كانوا تهوما راكبين في طا موبيلة مشفورة. وغادين متوجهين البانكة. واتهي يحطوها قدام البانكة. كما قلنا باش يوضروا البوليس. لبسوا الاقنعة دي لهم ودخلوا البانكة. وجبدو عليهم الفرادة. وكل شي تكالمو وتجبدو لها. وبدأت العملية ديال السريقة كما اختطوا لها. واحد الموت ضافة في البانكة كانت مخبية وراء البيرو ديالها. وقبل ما يشدوها قدرت تورك على واحد البوطونة ديال الانضار. هذ البوطونة كانت متصلة بالبوليس نيشان. انفو كيبرك عليها شي واحد كي طلع انضار عند البوليس بلي هذ البانكة ركتعرض للسريقة. وفعلا دغي وصل انضار عند البوليس وجول البانكة وطوقوها كاملة من جميع الاتجاهات. هذ شي من بعد ما وصلوا وعرفوا ان افراد العصابة باقين للداخل وانهم واخدين معهم رهائن. وصدوا جميع المنافذ والبيبان ديال هذ البانكة. وحطوا القناصة في البنايات في الموحيد ديال البانكة كامل. ووصلات الفراق الخاصة ديال التدخل السريع. اللي كتكون خاصة لبحل هذي المواقف. وحتى المراسلين والصحفيين ديال القنوات ديال ارجنتين تاهم اوصلوا حدا البانكة. وجابوا معهم الكاميرات ديالهم. وولا تعود تاني هذي الشفراء في البت المباشر على جميع القنوات المحلية ديال ارجنتين. والملايين ديال ارجنتين كيتفرجوا فيهم. تماما كي موقع فروماخو الف وتسامية وتسين. وبدوا البوليس كيعيطوا علاقة على الارقام ديال تليفونات اللي كنين في البانكة. وفي الاخر جاوبهم واحد من العصابة. واللي سمارة سوال وبدوا كيتفاوضوا معه باش يعرفوا الطلابات ديال العصابة شنا هما. وفعلا من بعد تفاوض لساعة دلما كانت. خرات العصابة انها تلق لهم واحد زوج رهائن. باش يهضنوا الوضع شوية مع البوليس ونيت باش يربحوا الوقت كتير. هنا البوليس كان كيسحاب لهم ان العصابة صاف يحبسوا الصريقة. وانهم دابا كيتفاوضوا معهم برهائن غا باش يخليهم يخرجوا. وكانوا خايفين ان العصابة من هدلي يأسوا تسواتور يبدوا يقتلوا في رهائن. واللي يديروا شي حاج ما شي هي هذه. ولكن بالعكس العصابة الداخل كانوا مكار منهم هدنين. وخدامين كيشفروا كيعمروا في الخناشي. وكانوا كيحتافلوا قاع بعيد ميلاد ديال واحد من الموظفين شما. واللي صادف انه كان ليوم عيد الميلاد ديال. وبدوا كيغنيوا ليه وكيحتافلوا معه. ومع ثلاثة ونص ديال نهار. والتر العضو دي العصابة اللي كان كيتفاوض مع البوليس. قال لهم ان الرهائن فيهم الجوع وباو يأكلوا ببيزة. وفعلا البوليس جاب لهم ببيزة ودخلوها لهم الداخل. ول لكن العصابة ما كلوش منها. حيش كانوا خايفين انه يقدر يكون فيها شي منويم ولا شي حاجة. وهما اصلا جايبين معهم الماكلة ديالهم. وجايين اوالين. وده زوق طويل على هدل حال. العصابة كتفاوض مع البوليس. وفي كل مرة كتطلب منهم شي طالابات غابية. كانوا باغين غايل هيوهم. ويربحوا وقت كتر. باش يقدروا انهم يحلوا اكبر عدد ديال صنادق ديال ودائع. والبوليس هو ما كانش زعم انه يقدر يدير شي حاجة. حيش كانوا خايفين انه يتعود عو تاني السي ناريو ديال تسعود وتسعين. ويصدقوا قاتلين شي راهينة. فكان البوليس كيتسنوا العصابة تدير شي خطوة. وبقوا كيتسنوا البوليس لمدة طويلة. ولكن في واحد اللحظة ما بقاش والطر اللي كان كيتفاوض معهم كي يجاوبهم في تليفون. قرر البوليس انهم يقتحموا البانكة. ولكن من يدخلوا البانكة لقوا غار رهائن. ما كينش حس العصابة. قوا كي يقلبوا في البانكة كاملة وما لقوا تشو واحد هزا السلاح. البوليس ما كانوش عارفين العدد ديال رهائن اللي كانوا في البانكة. فجأت في بالهم ان افراد العصابة يقدرو يكونوا تخلطوا مع رهائن. وبدو كي حققوا مع رهائن واحد بواحد. وفي الاخير لقوا بليل اغلبية ديالهم ووظافين ديال البانكة. ولنا سعدي. دول البوليس كيتعجبوا فين هي العصابة. وفشبطوا الطابق الاول لقوا الصناديق ديال الامانات واللي كانوا تقريبا ربعمية صندوق. تحلوا منهم تقريبا مئة واربعين وتشفروا قاعد المحتويات ديالهم. يعني ان العصابة شفرت البانكة وخرجت. ايدا منين خرجوا. الحماق هذا. وبقوا كيتعجبوا كيف شفروا صناديق الامانات وخلوا الفلوس ديال البانكة. ولكن كيف ما قلنا في الاول فالصناديق ديال الامانات ما كيكونش معروف اصلا شنو فيهم. وصحابها ما كيصرحوش البانكة بالمحتويات دياله. فاصعيب انك تبعد المسروقات. مش بحل الفلوس اللي كي تكون البانكة ديجا عرفة السيرية دياله. وساهل ان البوليس يتبعها. المهم البوليس ما لقوا تشي اعتار العصابة. وبقوا كيقلبوا في البانكة شي ساعد المقانة وفي اللي خلقوا واحد شوية ديالتراب حدا واحد البلاكة رف البانكة. وفاش حيدوا هاد البلاكة رلقوا حفرة كبيرة وراه. واللي كانت عبارة عن نافق ديز من تحت البانكة النيشن تيل مجاري. او اللي لواد الحار. وعرفوا ان العصابة خرجت من هاد النافق. وها جيدة بتعرف الخطة الحقيقية كيفاش كانت. من اللي بده فيرناندو كيفكر انه يشفر هاد البانكة. ما كانش كيف يفكر في شي خطات تقليدية. وفاش شف بزاف دياله وتائقيات والشفرة ديال البونوك. تانسب من واحد اسميته واللي كان العقل مدبير ديال واحدة من اكبر سريقات في تاريخ ديال فرنسا. في البانك المركزي في نيس سنة الف وتسعمية وتسو سبعين. ولكن السو سبعين ماشي هي الفين وصة. فخدم انه غنص الاول ديال الخطة. واللي هي انهم يحفروا نافق في المجاري ديال الصرف الصحي تحت البانكة. ويخرج نيشن تحت الخزينة. وبما انهم ما كانوش غيقدروا يدخلوا الخزينة بالليل كما كان دار بسبب السيسم ديال الحماية والمراقبة اللي تطور على داك الوقت. فقرروا وانهم غادي يحفروا هاد النافق تي قارب يختارك الخزينة. تتبقى لهم شي عشرين سنتيم تقريبا. ومن بعد غادي يمشي ودخلوا البانكة بالنار. ويشفروها عادي. وياخدوا رهائن. ومن اللي غادي يحاصرهم البوليس غادي يخرجوهما من ذك النافق. اللي غا يكون واحد منهم دخلت مفلول باش يكمل ذك شوية ديال الحفير اللي يبقى. ويخرج عندهم البانكة ويعاونهم في الشفرة تش هو. وغا يحلو تقريبا مئة وربعين صندوق ديال الودائع. اللي كان سيبا سيان صاوب واحد الالة خاصة باش يحلوهم ضغير. كانوا الفلوس غامشتين احداهم. ولكن هما بالعاني الساد فوق صناديق الامانات. حيش كانوا ديال طبقات البورجوازي. وكانوا فيهم حويش غالية والفلوس كذلك. وهاد الشعر لاش غادي يتولي عندهم شبية كبيرة من بعد. حيش التواحد ما كيحمل اللي لبسة لهم. وفاش كانوا هما خدامين كيشفروا لتحت. كانت الفرقة الاخرى في الطابق تاني كتبين البوليس بلي الشفرة سهلات وشفرة غاقل سي. ومن تفاوض طلبات ديالهم كيحاول بيين اللي هم والطر باللي العصابة يأسى وتقدر تدير اي حاجة. غا باش يلهوهم بمسالة والشفرة لتحت. هم اللي غا يسالي وجمعوا كل شي ديالهم ورشوا شي مود على الارض ديال الخيزانة. باش البوليس ما يقدرش يطلع على الحامض النووي ديالهم تمو. وجابوا معهم بزاف ديال الشعر اللي يجمعوه ديجة من عند الحلاقة. ديال الناس مختلفين. ولحوه تهوة تمو. باش البوليس ما يطلع على الشعر ديالشي واحد منهم. وخرجوا من البانك اللي دوزوا فيها تقريبا خمسة ديال السوية. وستدوا ديال الحفرة اللي كانو داروو في الحيط بواحد البلاقات. لكن شعلك من اللي يدخلو البوليس ما لقوهم. حيت كانو ديجة وهم اخرجوا بشي ساعتين ديال المجال. وركبوه في واحد الزودياكة مع الملايين ديال الدولارات والمجوهارات اللي يشفروا. حيت المجالي كان فيهم المطالع بزاف وكانو يدخلوه يخرجوا منهم عب الزودياكات. ووصلوا لواحد القوطع اللي قتلوا يتفرجوا في الاخبار. ولقوا البولي لقوا السلاح اللي كانت العصابة جايبه باش تشفر بها البانكة. لقوا وهم خلينو تم. واللي كانوا فقط فرادة ديلمي كما فيهم القرطاس لول. وبالعاني خلاتهم العصابة تم في البانكة. باش تشي لا تشدو من بعد ما يتحكموش بتوهمة تستعمل السلاح. حيط القاضاء الارجنطيني ما كانش كي تسهل مع الجرائم اللي كي يستعملو فيه. ولقوا واحد الورقام كتوبة فيه واحد العبارة. في حي الاترية بدون اسلحة او داغائن. انها مجرد اموال. وليست الحب. والعبارة اصلا ديل الالبيرت اللي هدرنا عليه في اللول في السارقة دير فرنسا. غاشفروها له تهية. وفاش كانت العصابة خرجت من البانكة. كان سيباس سيان مشابوحدو كيدور في المدينة وكيلو حفلي كارت قيشي في طريق. اللي كانوا اخدوهم لرهائنو من البانكة. بالكودات ديلم. باش اللي يلقى هاي يمشي تيري بها الفلوس. وهكدا غادي طلع عند البوليس. وغايجي والبوليس يشدوه. ويتاهموه بصريقة البانك ويحققوه معه. وغادي يتوسع تحقيقوه كترون مشابه بهم. وغايتعطل البوليس بزاق. وفعلا هذه الخطة المتقونة ديلم. حيارات البوليس شهورة وهم كيدوروا في حلقة مفرغة. وتشهرات هاد العصابة والتي عندها شعبية في الارجنتين. خصوصا انهم الساد فوق الطبقة البورجوازية. فكان كورشي كيتعاطف معهم. وتواحد ما بغاهم يتشدو. حتى جيت البطالة ديل القصة ديلنا. واللي هي مرت واحد من اعضاء ديل هاد العصابة. اللي كانت سميتو بيتو. واللي لقاتو كيخونها مع واحدة اخرى. وبما ان هي ديجا كانت عارفة هو اللي شفى البانكة مع العصابة ديلو. فقررت انها تبلغ بيه. وهنا سي بيتو ضرب لنا كل شي في الزيرو. حيط قلها لمرتو. بكشي علاشي لاشي نهار كتفكرت شفى البانكة فما تقول هاش لمرتك. ومن بعد ما شدو بيتو وعطار فعلقة اصحابه. وشدوهم كاملين. ولكن كانت الاحكام ديالهم مخفافة. حيط ما كانوا سعملوا سلاح ديال بصاح. حيط كان سلاحها ديال ميكا. وحيط ما ضربو تي واحد وما قتلو تي واحد. والاغلبية ديالهم كانوا اخدو خمس سنين تل ست سنين قا. وحتى الفلوس ما لقوهم شما حيط كانوا قالوا لهم ان واحد المافيا ديال الجريمة المنظمة هي اللي كلفتهم انهم ينفدوا هاد السريقة. وانهم هم اخدوها واحد ناصيب قليل من عندهم. فهنا سألت القصة ديالنا. الا وصلت التل هنا فانت عاش بك المحتوى ديالي. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل زيل الجرس باش توصل بالجديد ديال القناة. وتخلي لايك وشي كومونطير الفيديو. والسلام عليكم.